لما أجي أعمل تقييم أو فحص للنبض يكون يا عن طريق التحسس بالأصابع يعني دايركتلي أضع أصابعي على أماكن النبض أو أستخدم السماعات الطبية أو الموجات فوق الصوتية خاصة إذا كان الإحساس بالنبض جدا صعب أستخدم الموجات فوق الصوتية place of pulse أو أماكن النبض كثير كثير لاحظت أنه أغلب الأشخاص أو نيرسنج بالتحديد يكون حافظ له مكانين أو ثلاثة أماكن ومتجاه البقية الأماكن مهم أنه نعرف الأماكن التي نعمل لها تقييم للبالس في جميع أجزاء الجسم ولا نكتفي بمكان أو مكانين أبدا لازم نكون عارفينها جميعا أول مكان لدينا الكاروتد بلس أو الكاروتد آرتري اللي هو عبارة عن الشريان السباتي اللي يكون موجود ما بين الستيرنوكلايدومستويد ما بين التركيا أو القصبة الهوائية طبعا يكون موجود أو عند تفاحة آدم يكون في الجهتين لما أعمل له assessment أو activation يكون بالشكل هذا وبالطريقة هذه وأعمل له assessment في جهة واحدة بعد ذلك في الجهة الأخرى يعني ما أعمل assessment في الجهتين لأنه راح أسكر الدم الواصل للدماغ بالشكل هذا ثاني مكان عندنا الريديال آرتري أو الريديال بلس اللي موجود في جهة الساعد الأمامية أو على امتداد أصبع الإبهام طبعا نعمله فحص بالشكل هذا عن طريق وضع ثلاث أصابع في المنطقة والتحسس ونحسب لمدة دقيقة كاملة هذا بالنسبة للريديال بلس النرب بلس أو الشريان الزندي طبعا يكون مقابل للشريان الكعبري أو الريديال بلس للجهة الأخرى يتم عمل assessment لهذا النبض الموجود في منطقة هذه بالشكل هذا زي ما نوضح لكم في الصورة فيمورال بلس أو النبض الفخذي الذي يكون متواجد طبعا في الشريان الفخذي أو الفيمورال آرتري عادة يستخدم عندما نريد تحديد هل يوجد نضح طرفي أو يوجد وصول للدم في الأطراف الصفلية خاصة عند الأطفال الرضة أو عند توقف عضلة القلب بريكيال بلس أو الشريان أو نسميه النبض العضي يكون موجود في البركيال آرتري في منطقة الأنتيكيوبات الفوسة يهمني هذا الشريان لأني أقوم بقياس ضغط الدم من المنطقة هذه أيضا إذا توقف القلب عند الأطفال الرضة نتأكد من النبض من المنطقة هذه ومن البركيال بلس أو البركيال آرتري تيمبرال بلس أو النبض الصدغي يكون في المنطقة هذه طبعا يكون في الجهة الأمامية أنتيريور أو إلي فرونت أوف إير يعني أمام الأذن مباشرة في الجهة الأمامية مباشرة الدورسالس بيدياس أو النبض الموجود في ظهر القدم يعني في المنطقة هذه أو في مقدمة القدم طبعا النبض هذا يحدد لنا تروية القدم هل يصل دم كافي إلى الأطراف الصفلية أو لا بستيريور تيبيا بلس أو يطلق عليه النبض الضنبوبي الخلفي طبعا أين يوجد هذا النبض؟ يكون on the inner side of the ankle يعني في الجانب الداخلي للكعب behind and below the medial mellosis and kill the bone أو خلص المنطقة هذه بالضبط أيضا يقيس لنا تروية القدم هل يصل دم كافي إلى الطرف الصفلي أو لا بوبلايتيال بلس طبعا البوبلايتيال بلس يكون خلص الركبة مباشرة أو behind the knee متى أستخدم النبض هذا أو متى أعمله تقييم خاصة إذا كنت حاب أعمل أو أقيس طقط الدم من الأطراف الصفلية إذا كان فيه موانع لقياس طقط الدم من الأطراف العلوية أيضا لمعرفة تروية الساق أو إذا كان يصل دم كافي إلى الساق الصفلية apical pulse أو نسميه بالنبض القمي طبعا ليس اسمه النبض القمي؟ لأنه يكون في قمة القلب أو في the apex of the heart طبعا وين يكون مكانه؟ في الميديك لافيكورال لاين أو في منتصف خطة ترقوة في الميديك لافيكورال لاين fifth intercostal space أو في صراغ الخامس متى أعمل له assessment أو أقييم النبض هذا خاصة إذا كان المريض يستخدم أدوية معينة ممكن تؤثر لي على عضلة القلب أيضا الأطفال يتم تقييم النبض لهم بوسط النبض القمي أو الابيكي البلس طبعا هذا الجهاز الألتراساوند أستخدمه متى لما يكون أو نسميه دوبلر ألتراساوند لما يكون النبض عندي جدا خفيف أو يكاد يكون معدوم يعني أنا ما أنا قادر أحسه تحت إيدي فبالتالي أستعين بالجهاز هذا حتى أستطيع تحديد إذا كان يوجد نبض أو لا الستيتوسكوب أو السماعات الطبية أيضا تستخدم لتحديد أو لأستيسمنت للنبض القمي أو الابيكي البلس عن طريق أني أضعها على منطقة الابيكي البلس أو اللفت ميديك لذيكولر لاين فيفت انتركوستل سبيس وأحسب لمدة دقيقة كاملة كم نبضة في الدقيقة اشتركوا في القناة